السلام عليكم الناس اللي كتضيع الرحلة دياله في المطار مؤخرا مش غير حيث كيجو معطلين وإنما حتى كيجو نقص معلومات كيجو ما كيكونوش عارفين حتى في عين خصوم يتسجلو وحتى وحتى تالترمينال اللي خصوم يتسجلو فيه بعد حين كي نزلو في ترمينال آخر وورا الترمينال اللي هي خصومي شبروطوبيس ويشب فاين عاد شبروطوبيس كيبدو يسوغلو خروج بره هود نتاحد شبروطوبيس مشي للترمينال آخر مالي كيبشي لتماك يعاود يسوغل من جديد فبالتالي خصك من اللي تمشي المطار تمشي بكري وتمشي بيان انفورمادو كيما كيقولو اسباني يعني تمشي عندك معلومات كافية على الأقل مجهة وحتى وجه فاستملك تسوغل شي حد لانت احنا را عنا ستريس بما بزافرة مشي كل شي خدم عريانير مشي كل شي خدم عروايل مارك يا كل واحد خدمته وكل واحد سكتور عليه يعني صعوب انك تخاف مع كل واحد وتطعيم معلومات على العموم في هذا الفيديو هذا غادي نبريك كيفاش يعني يكون عندك معلومات مسبقة مستعد انك رحلة ديالك قبل ما تمشي للمطار كي تكون عارف على الاقل الترمينال اللي غادي تمشي لي لو راح نايي ماضي لبا رخص كين خمسة ديال اللي ترمينال ترمينال واحد جوج ثلاثة واربعة واربعة اس يعني على الاقل لتكون عرفتك شمان ترمينال وكثير من هيدا تقدر تكون عرفتك شمان كونتور عادي تسجل فيه واحتاش من باب الاركاب واللي على الاقل زونا يعني المنطقة ديال الاركاب باش مليك بشي المطار حتى الناس اللي خدامين قد قلوا فيجر كونتور خمسمائة وستو خمسين كنين توش سيسين تايشنكو يقول لك تان 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 سافي سهل كدجي اتفقنا الفقرة التانية غادي نهدرون الناس اللي باغين يخدموا الناس اللي باغين يخدموا الناس اللي باغا تخرج على برة تخدم خارج المغرب بلا كونتورا ما يبارع لك حتى شي حد ما تخلص شي شي كانت هيدا دي الفلوس كبيرة بلا ما تحرق بلا ما تعدب عائلتك ما واربت بشي من المغرب معزز مكرم وراكنية خصيك تكون عندك الانجليزية فغادي نوريكم هاد الفرصة هادى كدريك بالنسبة لناس اللي باغا تمشي تخدم على برة فعلى بركة الله بلا ما نطور عليكم ندخلوا للشاشة للسكرين كما دائما مش كيجينيس الشرح احنا يا كيجينيس الشرح سهل وانتا كتفهم بواحد سهولة شوف غادي تمشي لآي موقع جوجولي عرشة واحد الأمر اللي كي همك نصابه ayiro líneaز هادي باش تعرف باعده الاقل الشركة ديال الطهيران ديالك وفي جميع المطارات ليس مدريد باراخص المثال مدريد باراخص ايرولينياس فين ايرولينياس تقلب على الشركة هنا المطار 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 ميليا بارثلون بارثلون ادولفو سواريس انا مسافر مع ادولفو سواريس من اللي كتطلع لك اول شاشة كتطلع لك الشركات اول الرحلات اللي كينداب في هات الساعة هادي هنا مثلا كين هاد وورد توفلاي كيقول لك ليمشا نسان دييغو في تي اين تي واحد المستردور دي الفاكتوراتيون مية وثمانية وعشرين ومية وستة وثلاثين شوف على معلومات قيمة جدا هذا اللي طالع دابا احنا نفتش عن فرضو بأنك سوف تكون تقلب يعني في الرحلة ديال غدا مثلا انتفقنا عادي تعمل بوشكار ساليداس يعني الخرجات وغادي تعمل تاريخ مثلا ديال نهار عاشرة ماشي اه ماشي من سعودنا عاشرة وانما غادي تعمل ديال عاشرة احنا هنا عاشرة واخر احنا عملنا نهار عاشرة وغادي تعمل يعني يقلب هاو يخرج لك الرحلة ديال ديال نهار عاشرة هنا كتشوف كتبدا تشوف هنا على الاقل فما يكون نهار قبل يعطيك يعني على الاقل ترمينال فهنا كتشوف ريانير مثلا منور كمان عادي تخرج من الترمينال واحد تاخرج من الترمينال واحد يعني اcheers فعال الاقلtz عارف راسكrer إيجيبتر. آآ كانت تخرج من ترمينال الجوج. عالاقل كتكون عارف راسك مين تخرج. البريطيش ايرويي ترمينال اربعة. لكسير هاتي المنازل كتفيه لكسنبورغو اللكسنبور ترمينال اربعة. قطر ترمينال تكون عارف شركة الطيران الذي سيتمشي من الذي يقرب الوقت أكثر يعني يكون قريب الوقت ذي الرحلة يعني يمشي 24 ساعة يكون هناك معلومات أكثر مثلا هنا إبيريا هذا الرحلة ذي الإبيريا اللي ماشيان باريس أورلي تجبر الترمينال رقم 4 المشترادور ذي التشجيل 850-850-850 وكتجبر هنا يعني غادي يتم الإركاب في الترمينال 4 وباب الإركاب جي 48 اتفقنا على الجي 48 مجلا غادي تتكينتف الجي وتقولي وانا باش عنا عرف ترمينال 4 جي 48 عادي تتكي هنا غادي تتكي هنا وغادي يعطيك المعلومات ديال الجي 48 يعني انت كي يقربك للباب ديال الإركاب كي يوريك مزيان وانا باش عادي عرفت هاي كومو جي غار كيفاش غادي نوصل من باب الإركاب يعني كتكتب هنا بأنك مثلا صالي داش تي كواترو يعني عاي يخليك صالي داش تي كواترو يعني عادي تعمل تي كواترو وغادي يرسم لك واحد الخريطة كيفاش توصل من تي كواترو وغادي يرسم لك وغادي يرسم لك وغادي يرسم لك كي يوريك بسكاليرا سمين غادي يدوز ومين غادي يتقطع حتى توصل نتم الابليكاسيون راح فيها كتار من هاي دا ما هي الخط تك 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 ها انت كيوريك حتى فعين كيتمشي المشي. ها? ولعملتها في التليفور راح غادي عمل لك بحل الجي بي اس. عايقول لك دوز من اللهنة. مشي من اللهنة. عندك اللهنة. هاي. الشوكيفشنية مرسومة بخط 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 زرق وفيه الفليشة. يعني على الاقل انتك تبريبار اراسك قبل ما تمشي للمطار. يكون دك الشي عمدك في المخيلة ديالك. عير كي يهدار معكلي في المطار كتكون عارف يعني ما كتبقى عشي تتعطل. وش حد مرسل واحد كي يسعى المعطل بابل الاركاب بحل يقول. غير حد كي يسول بزاف وداهش ومداهش. اه? اذا هذا واحد المعلومة اللي تقدروا تستفيدو. الان قادي ندوزو القضية ديال الناس اللي آآ باغين يخدمو خارج المغرب. الناس اللي باغا تخدم مع ريانير خارج المغرب فهدي واحد شركة اسميتا سكايكرو هي كتوظف الناس الريانير. فكتقول لك هنا منذ عام الفين وثلاثة هي الشريك الحصري الريانير في المغرب التي تم انشاؤها لتوظيف وتدريب وتوظيف طاقم الطائرة ديال الريانير في المغرب والمملكة المتحدة. هاكي الدولات من المغرب والمملكة المتحدة. شكونا هي المملكة المتحدة هي بريطانيا. ها بصفتك عدود طاقم الطائرة. انا كيش الحلوك شنو هو الدور ديالك فانت مسؤول عن دمان سلامة وأمن جميع الركب على مدن الطائرة وتنفيذ جميع الواجبات بما يتماشى مع سياسة وإجراء وأخذها بشيادة كامل مزيان. ولكن نحن نعرف الفرصة فين كاين. ها هي الفرصة للناس ديال الناظر. وحيث لا تكون من الناظر تقدر تدبلاس الناظر لا تريد أن تخذها. اذا سننضروع لهذا الفرصة ديال العمل. ناظر ريانير كابين كرو أوبن الكبيند. يعني اليوم المفتوح أو اليوم للتوضيف في مدينة الناظر. هادي اليوم المفتوح هو بالنسبة للناس اللي باغين يخدموا بالقطراطة الدائمة مع ريانير في لندن. ها هي يافينية. او لا في المغرب ويكونوا مباضيين في اقادير او من راكش. اذا لا تريد أن تخدم على بره شو نخصك. بعدها اول حاجة. هاد اليوم المفتوح غدي يكون نهار السبت ستة شهر ثمانية الفين وثلاثة وعشرين. اليوم احنا تسعود. هاد اليوم المفتوح غدي يكون نهار لحد ستة الفين وثلاثة وعشرين. في التسعود ديال الصباح في اوتيل ميركوري الريف في الناظر. الناس اللي في الناظر راك يعرفوا في انجال اوتيل. هنا المتطلبات هنا قد يمشي لكم العربية. المتطلبات هي شروط التوظيف مع ريانات. يكون العمر ديالك كثير من ثمانتاشر عام. تكون تتقين اللغة الانجليزية كتابة وتحدثة. يكون عندك جواز سفر مغربي ساري المفعول. يجب ان يحمل جميع المترشحين جواز السفر ساري المفعول لا تنتهي صلاحيته خلال نشر شهر. يعني يكون عندك على الاقل نشر شهر في الباسبورت. يكون الطول ديالك مئة وسبعة وخمسين سنتيم. يعني لا يكون قل من مئة وخمسين سنتيم. ويكون كثير من مئة وثمين وتمانين سنتيم. يجب ان تكون قدر على السباحة خمسة وعشرين متر بدون مساعدة. يجب ان تكون مجتهد مارين لديك شخصية ودية ودودة. هذه المغربة كاملين عندهم في هذا الشهادة. قابل للتكييف وجهز للعمل في قائمة يعني مهم. هذه الشهادة المغربة كامل 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 في هدبة. شروط توظيف بالنسبة للمملكة المتحدة البريطانية. يجب ان تكون عندك وصل 18 عام ولكن لا تكون شفية 26 سنة. هذه اللي بغي يبشين بريطانيا يخدم في بريطانيا. اللي بغي يخدم غير في المغرب وخد تكون شفية 26 سنة ماشي مشكلة. ولكن باش تمشي تخدم في بريطانيا مع ريانة الخاص يكون عندك ما بين 18 و 26 سنة. طيب الحال تكون تتقن لانجليزية كتابة وتحدوتا. جوا السفر مغربي. ما يكون شفية 18 شهر شهر. يجب عليك إما ان تعيش وتغني استعداد بالسفر الى قاعدة. يعني يعني تكون استعداد انك تخرج على برا. القدرة على تقديم خدمة العملاء. شغب بالسفر مقابلة اشخاص جدد. ما يكون ش عندك وشم ولا شيء تقف في الاعضاء ديال الجسم ديالك اللي باينة يعني في النيف ولا هذا. اه خسك تدوز واحد اختبار طبي للطيران. هذي كنت يعملوه. مستوى المدرسة يكون عندك تانوي ولا حاجة لأي ديبلوم من اي مدرسة او لطاقم طائرة من المغرب ولا من اي مكان اخر. يعني تكون عيكة دار الانجليزية ارى غادي تمشي. هنا واحد الامر مهم يعني التمويل الداتي للتدريب استديل الاسابيع في مدينة مراقش. هذك التدريب انتا اتخلصو اه كي وصل تقريبا جوجد المليون وستمائة الفرانج. الله يجيب تيسير للجميع والله يصير الامر للجميع. مبعد خليكم الرابط هنا يلتحد ديال الناس اللي بغا تتخدم مع اه ريانير واللي باغي يمشي لناظر نهار ستا شهرت مليان. السلام عليكم و الى فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.